قدمت أحزاب ومنظمات وشخصية سياسية من منطقة تايوان الصينية أتهنئة بمناسبة عقد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشعوعي الصيني الذي بدأ أعماله يوم الأحد في رسلة تهنئة أرسلت إلى اللجنة المركزية للحزب الشعوعي الصيني قالت اللجنة المركزية لحزب الكومينتان إن نتائج مثمرة تحققت خلال التبادلات والتعاون عبر مضيق تايوان على أساس توفق عام 1992 ومعرضت ما يسمى باستقلال تايوان وأعربت اللجنة المركزية لحزب الكومينتان عن أملها في أن يتمكن الحزبان من الحفاظ على الحوارات بينهما والتعاون بإخلاص وتعمق الثقة المتبدلة والسعي إلى إيجاد أرضية مشتركة مع تنحية الخلافة جانبا وفي رد على اللجنة المركزية لحزب الكومينتان قالت اللجنة المركزية للحزب الشعوعي الصيني في رسالة إن الحزبين تشارك معا على مر السنوات في تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق وحقق المنافع لأبناء الوطن على الجانبين مضيفة أنه على الحزبين فهم الوضع العام والالتزام بالمبادئ العامة وتعزيز التواصل كما وردت رسالة هنا من كل من رئيسي حزب الكومينتان ليان تشان وهونغ سيو تشو وهما رئيسا سابقا ورئيس الحزب الجديد ورئيس اتحاد التضامن غير الحزبية ترجمة نانسي قنقر